تخص غزل ونسيج أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس السلامة والصحة المهنية للصف الأول جدرات أهلا وسهلا بكم وعايزيني النهاردة إن شاء الله نستكمل رحلة بتاعتنا وكنا توقفنا في اللقاء السابق في الحلقة الماضية عند أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج وقلنا يا أبنائي وابنائي الطالبة إن عندنا ست أسباب لحدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج وعايزيني نتذكر مع بعض ست أسباب عشان نبدأ نشرحهم إن شاء الله ودي حلقتنا النهاردة وقلنا إن أول سبب من أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج هو الكهرباء مش الكهرباء المباشرة هي اللي بيسبب الحرائق ولكن سوء استخدام الكهرباء هو اللي بيسبب الحرائق فلو عندنا سلوك انكشفت سلوك غير مكسية دي بتسبب شرار وبالتالي ممكن تحدث شرارة تبدأ تسبب حرائق لو عندنا تحميل زايد على كابل من الكابلات والكابل خد حمولة أكتر من حرائق السلوك الأضعف تبدأ تنصهر وتشتعل وبالتالي تسبب حرائق يبقى أول مصدر من مصادر وسبب من أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج هو الكهرباء السبب الثاني عدم ضبط درجة الرطوبة داخل المصنع اتفاقنا المرة الماضية أن كل مصانع الغزل ونسيج بيبقى فيها نسبة الرطوبة على درقتين داخل المعمل اللي بيتم القياس فيه الجودة ومصفات الخمات بتكون نسبة الرطوبة 65% أما في صالة الانتاج الفعلية بتكون نسبة الرطوبة 75% فنسبة الرطوبة دي لها وظفتين أساسيتين الوظيفة الأولى أنها بتمنع اشتعال لو حصل شرار السبب الثاني بنحافظ بيها على أن العامل لا يصاب بأمراض مهنية في الصدر بسبب أن الزغبار والشعيرات لما تتطاير أو الغبار بتاع الأطنية تطاير ده ممكن نصيب العامل بأمراض صدرية لكن الرطوبة بتسبب أن هذه المواد الخفيفة لما تتشبع بيها بتبدأ تهبط إلى إيه بحكم الجاذبية إلى أسفل وموجود شفطات وفلاتر وتبدأ نتخلص منها السبب الثالث عندنا من أسباب حدوث الحرائق في مصال غزل النسيج هي الأعمال الساخنة الأعمال الساخنة زي جزء زي ما قلنا عندنا بعض أجزاء في الماكينات عرضة لحدوث كسر فبنجيب عامل اللحام مشرف اللحام بيكون موجود معاه ويبدأ يلحم الجزء اللي انقصر دوت في الماكينات في مكانها الماكينات أوزنها كزطن لازم يتم استبعاد جميع الخامات مسافة أبعد من مصدر الشرر لأن لو الخامة قريبة من مصدر الشرر بتاع اللحام هنا ممكن الخامة تلقطه بالتالي إيه يحدث الاحتراق السبب الرابع عندنا عدم اتباع برنامج النظافة احنا عندنا برنامج الصيانة من ضمن برامجه برنامج النظافة للزغبار بنتيجة عملات النسيجة وارتفاع الخيوط وتحرك الخيوط بيطلع زغبار من الخامات فالزغبار ده بيبدأ يتراقم نسبيا فلابد من عملية شفط للزغبار ده بحيث لو حصل الشرارة لأي سبب أو احتكاك في المكان لابد من إيه يكون هذا الزغبار تم استبعاده ونظافته أولا بأول تراقم الزغبار ده هيقدي لما تحدث الشرارة هيلقطه وبالتالي بدأ يشتعل طيب السبب اللي بعد كده عندنا من أسباب حدوث الحراكة مصنع الغازل ونسيج أن بعض العمال بيبدأ بعد ما هو أثناء التشغيل الوردية بتاعته بيبدأ يرص المنتج حوالي المكان المفروض فيه عمال من أولى بي على طول أول بأول بيتم حمل هذه المنتجات اللي تم إنتاجها وتحملها إلى إيه إلى المخازن أو إلى مرابط الجودة إلى الخطوة التالية لها يعني في المصنع حسب خط السري اللي المكان شغال فيه حسب المرحلة للعمل شغال فيها طيب العامل ما كومش أو ما ستفش المنتج دي بأشيء كويس جد حصل تقدره شغرره في المكانة يبقى ما تلاقيش المنتجات اللي تبدأ إيه طلقت وتبدأ تشتعل هذه المنتجات وخاصة إن جميع المنتجات اللي عندنا وجميع المواد الخام اللي عندنا اللي بنصنعها في مصانع الغازل ونسيج كلها قبلة بل وسريعة الاشتعال سواء كانت خامات طبيعية أو خامات نصف صناعية أو حتى مواد مستخدمة في التصنيع السابل السادس والأخير اللي هو يوضع منتجات أو خامات بجوار لوحات توزيع الكهرباء زي ما احنا عارفين فيه لوحات توزيع الكهرباء على مسافات من جهد الجهد فطبعا اللوحة الكهرباء دي فيها مجموعة مفاتيح طيب المفاتيح دي ممكن يحدث نتيجة تحميل يحصل شرر صغيرة لو فيه منتج متخصص حولي اللوحة ممكن يلقط منها الشرارة دي يبدأ إيه يحدث الاشتعال تعالوا بقى نمشي كده مع بعض في الرحلة بتاعتنا ونشوف نقطة نقطة اللي احنا كلمنا عنهم كده أول نقطة هي القهرباء وجود وصلات كهربية مكشوفة وعدم الاستخدام الجيد لمصدر الطيار الكهربي زي ما قلنا نحن نحمل جهد أعلى من حمولة الكبل ده هيؤدي إلى حدوث شرار وبالتالي يحدث اشتعال أو احتراق السابق الثاني احنا اتفقنا وشوفنا مع بعض في الحلقة الماضية ان سقف مصنع الغازل والنسيج مجهز بوحدات بالضخ رطوبة مية يعني رطوبة يعني مية وما نقول 75% يعني كل متر مكعب بيحتوي على 75% منه بخار مية لو ما حافظناش عن نسبة الرطوبة دي عشان نجعل جميع الخامات والألياف في حالة تشبع من الرطوبة من المية يبقى في حالة حدوث الشرارة هتبدأ هذه الخامات ايه تشتعل السابق الثالث تخزين المواد الخام بجوار الماكينات الماكينات دي بتعمل بسرعات عالية جدا وفيه ماكينات منها بتكون سخنة احنا عندنا بنعمل عملية طبيض بنعمل عملية صباغة دي كلها بتتم في درجة حرارة الغليان طيب درجة الحرارات دي والاستلس والأحواض بتسخن وجود الخام جنب المواد الخام تستفى جنب المكان ممكن يؤدي إلى حدوث ايه؟ إلى حدوث اشتعل الأعمال السخنة اللي قلنا عنها اللي هي مواصلا احتاجنا نعمل عملية لحام لأي جزء صغير مقصور فطبعا مش هنشيل الماكينة الأربعة خمسة طننا نوديها تتلحم بره لا ده بنجيب لماكينة اللحام جوه طبعا ده بيتم أثناء توقف العمل فالمهم لا احنا عارفين أثناء توقف العمل برضو الماكينات عليها خامات لابد من اتباع التعاليمات السلامة والصحة المهنية بنتها الدقة أي استبعاد وإبعاد الخامات وأي منتج على الماكينة أو الماكينات المجورة على مسافة أبعد من صدور الشرارة يعني لو عامل اللحام هيبدأ يلحم جزء ويقولي ده الشرارة بتاعة الجزء ده أنا بلحم كده هتبقى متطيرة تتا متر أنا أبعد عنها خمسة وستة متر بالخامة وأنا هرجع الخامة تانية على الماكينة بس بعد إجراء عاملة اللحام السبب الخامس هو التدخين طبعا إحنا عارفين أن التدخين ممنوع منع باتة داخل مصانع الغاز النسيج لأن إحنا هنشوف بعد شوية فيديو كده لما نشوف بقى لما يحدث لقدر الله الحريق في المصنع الكلام ده مش نظري أنا عايزكم تستوعبوه كلام ده ذهنيا وتبقوا عارفين هو واقع وتعشوكه واقع ملموس ننسى الدراسة النظرية فلما نشوف المصنع بيحترق المصنع بيروح كليا المصنع بيضيع كله أن طبعا سقف المصنع مصنع الغاز النسيج مجهزة بوحدة تكييف مجهزة بوحدة ضخ رطوبة مجهزة بقياس رطوبة مجهزة بإضاءة معينة فطبعا كل التجهيزات العالية ده في السقف وفيه تجهيزات في الجدران الشفطات الموجودة والفلاتر والأكاسل في الفلاتر كل هذه التجهيزات في لحظة لو لقدر الله بيحصل حريق بيأكل الأخضر اليابس يضمر السقف ويضمر الجدران بتجهيزاتها ويضمر أرضية بتجهيزاتها ويضمر المكان نفسه إن المكان زي ما هو فيه أجزاء حديد فيه أجزاء بقلايد فيه أجزاء بلاستيك لما تنصهر خلاص راحة المكنة وضعت المكنة وضعت الخامل عن مكنة وضع المنتج اللي تم إنتاجه يعني مصنع متكلف مليارات ممكن يضيع بسبب عقب صجار طبعا بنقول لإخواننا العمال والفنيين اللي بدخنوا هو دي حاجة شخصية بس تبقى خارج المصنع أما جوه المصنع ولايحة المصنع كل لايحة أمن بتنص على إن ما فيش أي إنسان شغال في المصنع شغال في الإدارة أو شغال في خطو الإنتاج اسمه يدخل جوه المصنع مع عبية سجاير لكن برضو بيفلت بعض الأشخاص وبرضو يدخل مع عبية سجاير بخبيها ويجي في فترة البريك اللي هي المصنع بيديها نص ساعة أو تلت ساعة عشان يعمل ريفريش نفسه يستجد نشاطه بيوم جاي مولع سجار يرمي العوبة هنا أو هنا تمسك في زغبار متراكم الدنيا تولى على المصنع راح كله عدم تفعيل برامج النظافة داخل صلاة الإنتاج ده بيقدر تراكم الغبار والزغبار الأهم حاجة الوبر الوبر والزغبار لأنه خفيف جدا ولو أي شرارة حصلت سواء من ماس كهرابي أو من مادة كيميائية أو من احتكاك جزء في الماكنة ما تعمل اشتازيته كويس أو الزيت جف تماما وحصل حدث أي شرارة صغيرة جدا هذه الشرارة صغيرة جدا لما تنزل على الزغبار على طول يشتعل في التو في اللحظة يبقى إذن عايزين نقول لأبناء وابناء الطلبة درس ده نذكره كويس جدا ونستعبه كويس جدا لأن الوقاية خيره من إيه؟ شطار خيره من العلاج إحنا ده تقول لدينا ست أسباب لحدوث الحرائق ومصانع الغاز ونسيج عايزين نتلافى الأسباب دي عايزين نتلافى أسباب حدوث حرائق بسبب كهرباء عايزين نتلافى حدوث حرائق بسبب انخفاض الرطوبة عايزين نتلافى الحرائق بسبب تخزين مواد جنب المكان أو عصناء العمال الساخنة مبعدناش الخائم الخام عايزين نتلافى أن احنا ندخل نرمي عقب سجارة في المصنع حتى لو احنا بره صلط الانتاج بره صلط الانتاج برضو فيه نسبة زغبار زي ما قلنا سابقا في حلقة من الحلقات أن رغم وجود شفطات ووجود فلاتر على الشفات وبتستوعب التراب وبتستوعب الزغبار وتستوعب الشعارات وتكيس يتعبأ أوتوماتيك إلا أن أحيانا بسبب وجود عيب أو خلل في أحد الفلاتر فبيعد منه نسبة من الزغبار عالما بتاع السيانة يجي ويكتش في هذا العيب ويبدأ يصين الفلتر بيكون في نسبة من الزغبار خرجت وترقمت بجوار الجدار بتاع صالة الانتاج من بره فالعامل ممكن يشعر بالسيانة يلقي العقب بالسيانة ثم أسكى في الزغبار ده هو مولعة فيه ونتفجأ بقى أن الدنيا ايه اشتعلت في المصنع فيه إجراءات وقائية في حالة حدوث الحرائق إحنا منتفقين وفكركم وذكركم أن فيه مواصفة عالمية اسمها مواصفة الأيزو 45001 لعام 2018 هذه المواصفة بمثابة لائحة بمثابة لائحة متفق عليها كل مصانع العالم فمصانع العالم كلها توافقت على هذه المواصفة وهذه المواصفة تم إعدادها من قبل فنيين فنيين وعمال لأن العمال دول ما تستقلش بخبراتهم يصنع نتيجة سنوات وسنوات بيكتسب مهارات عالية جدا فعلشان تعمل مواصفة قياسية مضبوطة لابد أن احنا ناخد من خبرة العامل اللي اشتغل مهارة بإيده ونستفيد بالفني الفني اللي هو أنت حصل على دبلوم اسمك فني لما تشتغل في المصنع بإيدك اكتسبت خبرات برضو نستفيد بخبرات المهندسين اللي هم الأكاديميين اللي هم درسوا دراسة أكاديمية كوكتيل مزيج من خبرات الفنيين مع العمال مع الأكاديميين مع المهندسين مع الأطباء اتعاملت مواصفة قياسية عشان منها بنحافظ على سلامة الخامة نحافظ على سلامة المنشأ نحافظ على سلامة المنتج نحافظ على المعدات والألات نحافظ رقم واحد وخلتها للآخر وهو سلامة العامل سلامة من الإصابة وسلامة من المرض المهني ففيه إجراءات وقائية يجب اتباحها في حالة حدوث حرائك طب إيه هي الإجراءات الوقائية اللي احنا هنتباحها ده هي في حالة حدوث الحرائك عندنا مسؤول اسمه مسؤول الإخلاق في كل دور مسؤول إخلاق في الدور معين باسمه ومعروف باسمه لدى الجميع بيعمل حاجتين يضرب جرس الإنذار والحاجة التانية يرفع سكنة القهربة يفصل القهربة عن الدور ده مهمة مسؤول الإخلاق الأولانية فصل التاريخ كهربي وإطلاق جرس الإنذار فيه مسؤول اسمه مسؤول الإطفاء ده غير مسؤول الإخلاق مسؤول الإطفاء ده معه فريق اسمه فريق الإطفاء بيكونوا مدربين تدريب عالي مع واحدة حمال مدنية وإنه وهن عنه سابقا في كل دور فيه مسؤول إطفاء وفيه مسؤول إطفاء عن المنشأ كله فيه مسؤول إطفاء عن المصنع المسؤولين الإطفاء بفرق الإطفاء بيكونوا مقسمين السلطة الانتاج قطاعات قطاع ألف قطاع به قطاع جيم قطاع دالك قطاع به أو يسميه قطاع واحد قطاع اتنين زي ما كل مصنع بيعمل نفسه تأسيمه بالكروك اللي هو عايزه مسؤول الإطفاء مع فريق الإطفاء بيبدأ على طول في حالة حدوث حريق من هو الحريق لسه محدود لابد أن ينطلق إليه بسرعة شديدة مع الفريق بتاعه ويبدأ يطفي الحريق حيث أبوك يكون في مساعة ربع متر ممكن يكون في مساعة نص متر مربع في مساعة مترين ثلاثة سهل أوي طفاية حريقتهم جايما يسيطر على الحريق بشرط بشرط أنك تختار الطفاية المناسبة يعني كل نوع حريق له طفاية مناسبة لو حريق بسبب كهربة ما روحش نجيب طفاية مية هكهرب وهكهرب العمال لا يعني الحريق بسبب الكهربة يبقى ثاني أسود الكربون هنشوف مع بعض الطفاية تفكركم بها تاني وهنقول لأنواع بس نقول لك بس الإجراءات الأول يبقى أن أول إجراء مسؤول إخلاء إطلاق جرس إنذار وفاصل طريق كهربة مسؤول الإطفاق مع فريق الإطفاق المعاون معاه يبدأ يتعامل مع وهنقول يتعامل إزاي يبدأ يتعامل مع الحريق في مهدو بيتم إخلاء الدور اللي في حريق لأن طبعا إحنا عدينا الخيمات بتاعتنا أبناء وبناء الطلبة الخيمات النسجية لما بتولع لما بتشتعل بتبقى مطلعة نسبة كربون عالية جدا نسبة كربون شديدة القطن أو الصوف أو الكتان أو الجوت أو التيل أو الرامي أو هنقول مثلا خامة الحريط طبيعي خامة الصوف خامة البول أكريليك المهير الكاشمير كل خاماتنا النسجية التي تستخدم في صناعة الملابس والمفروشات جمحة بلا استثناء بتطلق نسبة كربون عالية جدا عندها احتراقها طب الكربون ده هتسبب في إيه اختناء العمال فعشان كده بنخل الدور حتى لو الحريق صغير يبقى بيتعامل معاه طبعا كل عمل بيعمل إيه أول ما سمع جرس الإنذار الأطلاق ومسؤول الإخلائي أول حاجة يعملها يفصل الماكنة يعني يطفل الماكنة باور ويفصل التاركة ربعا على الماكنة ده مهمته ويخلي مكانه من صلط الإنتاج يبقى دور كل فني شغال أو كل عامل ماهر شغال على الماكينات سأول ما يسمع جرس الإنذار هو مش أحد فرق الإسعافات الأولية وهو مش أحد فرق الإطفاء هو شغال عامل إنتاج فقط كل مهمته أنه هو يطفل الماكنة افسد الكراب على الماكنة انجب نفسك حسب خطة الإخلاء وقلنا سابقا العمال بيخرجوا من صلط الإنتاج بإيه بخطة يعني إذا كان عندنا 600 عامل معروف العمال مثلا من 1 ل 50 باب 1 عامل من 51 ل 100 باب 2 عامل من 101 ل 150 باب 3 وهكذا يعني مفيش عامل بيخرج من بابش بتاعه بيخرج من بابه هو عشان معروف السلم ومعارض السلم وتحمل الدرج السلالم يبقى محسوبة وبالتالي بيخرج إلى نقطة التجمع الآمنة يبقى بيضع عامل دوره المنتج دوره ينفذ خطة الإخلاء في حالة سماع الإنظار وحدوث حريقه عندك شاف حريق بقى طب العامل طفل مكنا باور فصل الكرابة عنها خرج حسب ترتيبه يعني هما لو من واحد لخمسين يخرج من باب واحد ما يخرجش هو هو فصل عامل رقم 20 ما يخرجش قبل رقم 19 لا يبقى رقم واحد اثنين ثلاثة ثمانتشر ثلاثة 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 أما فرق الإطفاء مش بتخلي فرق الإطفاء وفرق الأسعافات الأولية لها مهام وهنقول عنها فرق الإطفاء مهمتها إخماد الحريق ضر فرق الإطفاء داخل المصنع أنه يسيطر على الحريق فور حدوثه من هو لسه في مساحة محدة جدا لأن كل مكان حريق مساحته صغيرة أوي كل مكان سهل إطفاءه ممكن بتطفية صغيرة تطفي وانتهى الموضوع أما لو هو لقى الموضوع التسع معاه أو استخدم طفية خطأ الحريق ده يكبر شوي عايز طفيتين ثلاثة ما قدرش يبقى الموضوع هيتسع لأكتر لو ما سيطرش يبقى كده يكون صحنا طيبين المصنع كله راح زي ما نشوف في الفيديوهات مع بعض بعد شوي يجري التدابير اللازمة حالة حدوث مخاطر كهرباء إحنا قامدنا الكهرباء والمواد الكيميائية خلي بالكم بقولهم حاجتناهم بس حدوث مخاطر الكهرباء وحدوث مخاطر المواد الكيميائية لتنين دول غاية في الخطورة حدوث مخاطر الكهرباء لها معاملة خاصة حدوث المخاطر الكيميائية أيضا لها معاملة خاصة المواد الكيميائية بينبعث منها غازات سامة المواد الكيميائية المستخدمة زي ما احنا مثلا بنجيب بالشاي الفتلة كده ونحط الشاي الفتلة أو الكمون أو الينسون أو المشروبات اللي احنا بنشربها دي في بيتنا وانت طالب تخصص غازل ونسيج انت في المصنع وانت شغال انت اللي بتعمل طبيض للفتلة دي الكيس اللي فيه شوات الشاي دول ازاي انت تشرب الشاي والكيس ده انت تعلم تماما ان مادة الطبيض والفتلة دي تم طبيضها بمادة بتسبب السرطان لانت المفروض تفتح الكيس الصغير واتفض الشاي وانت صب الماء عليه المغلي والسكر وتحليل اما لما بتحط الكيس بالفتلة وتصب على الماء المغلي الماء المغلي هتنزل جزء من المادة الطبيض اللي في الخيط وفي الكيس هتنزلها في الشيء لانت هتشربوا وهذه المادة مادة ايه مادة مصرطنة مادة كيمين مصرطنة هي لخلت القطن الفتلة دي كانت القطن ابيض مال اسمرار اه ابيض مال الاسفرار اتحول له لابد ناصر انت شايفه فاذا كمان حتى انت من خلال دراستك للسلامة الصحة المهنية هتستفيد وتفيد غيرك وتلقي المعلومة دية لكوروناك الاخرين من الاقسام الاخرى اللي هم مش غازلون نسيج تعرفهم ان المادة اللي تستخدم في طبيض الخيط والكيس اللي هو الخاص به المشروبات لا دي مادة مصرطنة ما نستخدمهاش بالطريقة دي طيب يبقى اننا بنقول نجري تدابير في مخاطر الكهرباء ومخاطر واضي كميائي مخاطر الكهرباء هنجري 3 اجراءات عشان ندبر امورنا في حالة حدوث مخاطر الكهربية يعني هيحصل حريق بسبب مادة الكهربية نازم نعمل 3 خطوات 3 حاجات اول حاجة عشان نمنحها يجب منع تراكم غبار الالياف وعدم واضع المواد الاولية اللي هي لسه ما انتجتش يعني والمواد المنتجة بشكل عشوائي غير منتظم في مكان عمل سواء كانت مواد خام ام مواد منتجة مضيف بشكل دوري لماكنات والادوات المستخدمة والماكينات وحول الماكينات كل مكان حول الماكينات ما فيش في غبار ولا زغبار ولا منتجات ما تراكمة عند حدوث الشرارة يتم السيطرة لكن انت حاطت منتجات مقفة للدنيا حول الماكينات ده دي حتى سهل ما تشتعلها تبقى تعمل حريق كبير وفجأة تاني حاجة لا يتم التكديس للخمات والمنتجات بجانب اللوحات الكهربية انت لما تكدس خمات جنب لوحات الكهرباء ولوحة التوزيع زي ما نسا يقولين من شوية ما ممكن يحصل شرارة كهربية في المفتاح نتيجة حمل حصل على كبل ما كانت بتقوم والكهرباء ضعيفة شوية فرح تعمل حمل الزيادة فرح حصل شرارة في المفتاح الكهرباء اللي هو في لوحة التوزيع لو انت حاطت منتجات مستافة على لوحة التوزيع بتاعت الكهرباء لقطت الشرارة دي تبدأ تشتعل طب لو المنتجات دي لو كتيرة هيبقى الاحتراق كبير جنب مفتاح الكهرباء يبقى انت عملت حريق كبير وكمان السياحة مفتاح الكهرباء بسرعة زودت الحريق حريقين الاجراء الثالث في مخاطر الكهرباء عشان نتقيها يجب التحقق من مصادر الاحتراق كل مكنة من الماكينات عندنا لها مصادر احتراق عندنا معدات بتتحرك بسرعة عالية عندنا معدات فيها اجزاء بتتحرك بسرعة عالية السرعة العالية دي بتنتج حرارة طيب وعندنا سخنات كهربية انت عشان تجري عميد صباغة او تبيض للخمات عندك سخنات اما بالغاز او عندك سخنات بالكهرباء يعني عندك كهرباء شغالة كهرباء مع حرارة لو انت ما راعدش الكلام ده يبقى اذا ممكن حدوث حريق اصبح سأل حدوث اشتعال وحريق اصبح ايه اصبح سأل لا يبقى اذا انا لما اجي ادخل على الماكينة هنجري مثلا في ماكينة بماكينات عملية صباغة يبقى الخمات اللي هي المطلوب اجراء الصباغة لها هي الخمات اللي جاية للماكينة فقط ما جيبش خمات اكتر من تشغيل العملية الكيميائية اللي هنعملها وستفها لا الخمات في مكانها وبناخد المناولة علشان نجري عملية الصباغة وندخل الخامة في المكانة ونشغل اصبح كده في امان خصة عملية الصباغة ابناء الطلبة يبقى بترفع الخامة من المرحلة اللي هي تم صبغتها الى المرحلة التالية اسكن قياس جودة او اختبار درجة ثبات الصبغة للعامل اللي كلها الثبات الصبغة للكي لاحتكاك للعرق الغسيم للمرحلة التالية لما الخامة تتناول من عندك من مرحلة الصباغة انا بديك مثال الى المرحلة التالية انت بقى تاخد المناولة الخامة اللي ما تصبغتش اللي عليها الدور انما ما تجيبش كمية خامات كبيرة تقول ليه عشتنا في الوردية دي هاشتغل مثلا اربع طلبيات يبقى انا استفهم جنبي وادخل في الماكنة طلبية طلبية التراكم الخامة في حد ذاته انت كده ما تشبعتش بالرطوبة لان هي كميتها كبيرة يبقى خلط رطوبة ليلة والماكن نفسه بيسخن تشغل تسخين درجة الصبغة بالتمع عند درجة ساعات درجة الغليان ولمدة عدة ساعات والطبيط كذلك طيب السخونة مع تراكم الخامة الخامة من السخونة القطن نفسه ده عليه نسبة من البلمرات والزيوت الطبيعية شمع القطن فنتيجة ان انت حطه جنب حاجة سخنة يبدأ ايه يبدأ يزيوت طبيعية السيح تبدأ القطن ممكن يشتغل ذاتيا يبقى من هنا بيقالك يجب التحقق من مصادر الاحتراق في اي مكنة من المكنات او معدة من المعدات اذا كان فيه مواضع بتحدث منها شرر اذا كان فيه احتكاك طبعا بيأكد تاني على عدم موجود السجائر فيه كابلات بيحصل لها عميد تقريض يعني الكابل بيخس كده والتالي الجلد او الكسوة اللي عليه بدأ التأشر دي على طول مسؤول السيانة الكهربية عشان يقص الكابل الحتة اللي ضعفت دي ويبدأ يعمل وصل لها بطريقة صحيحة ويبدأ يكسيها من تاني ويأمن عليها هو مين اللي يعمل كامده كله مسؤول السيانة الكهربية طب خلاص حصل حريق بسبب الكهرباء حصل مش لسه هيحصل يبقى نعمل ايه ابناء الطالباء نعمل ثلاث خطوات احنا كنا عاملين ثلاث وقايات طب حصل الحريق بالفعل يبقى اول حاجة نعملها نفصل مصدر الطيار الكهرباء زي ما قلنا مسؤول الدور اللي هو مسؤول عن خطة الاخلاء بيعمل ايه مسؤول الدور في خطة الاخلاء بيفصل الطيار الكهرباء وضرب جرس الانذار الفني اللي شغال على المكنة بيوقف المكنة اسكد يد تشغيل او باور زرار وبعدين لما توقف خالص يبدأ يفصل عنها الطيار الايه يفصل عنها الطيار الكهرباء تاني حاجة انهو بيستخدم معدات الاطفاء المناسبة لسه اني من شوية وانا هنفكركم بطفيات الحريق القهرباء والمواد الكيميائية بتتطفى بطفيات غاز ثاني اوكسيد الكربون انسب طفاية لاطفاء او هي المناسبة لاطفاء اي حريق ناتج عن شرر كهربي وفيه عايزين حاجة تطفي كهرباء وفيه سلوك كهربية لسه مازال بواصل فيها كهرباء يبهو غاز ثاني اوكسيد الكربون يمكن ايضا اطفاء الكهرباء بمسحوق المواد الكيميائية مسحوق المواد الايه الكيميائية دي نوع اخر من طفيات الحريق اسمها مسحي المواد الكيميائية او بيختصوها في كلمة واحدة بسموها الهيلون طفاية الهيلون لما بيطفوا بيها الغابات اللي انت شفت كانت طيارة في الغابات بتبقى طايرة بتطفي الحرائق بالهيلون ده اللي هي بدرة المواد الكيميائية الخاملة اللي بتمجام غطية على الحريق سواء كان كهرباء سواء كان بترول سواء اي حاجة بيتتناسب معا استدعاء الدعم اللي لازم نستيطر على الحريق زي ما قلنا العامل الفني اللي شغال اللي هو عامل الانتاج او عامل المناولة مواش متخصص في الاطفاء ما تدربش على الاطفاء دوره في حالة حدوث الحريق اطفاء المكنة اللي هو وقف عليها او عامل المناولة الاتنين دول مهمتهم ايه مهمته انه هو يخرج في ترتيبه وفي دوره من الباب اللي هو مخصص له ويروح على وحدة التجمع بالمصنع مكان التجمع الام يعني دوره ايه دوره انه هو يحفظ على سلامة نفسه في فرق تانية متخصصة ومتدربة تدريب عالي جدا على انها تطفي الحراء المتدرب هو اللي بيطفي لكن انت لك دور كمان يعني برضو بتقاش سلبي ان انت بتتصل باقرب لوحدة اطفاء وتقول لهم احنا عندنا حريق في صالة التج رقم 3 في الجانب الشرقي في الجانب الغربي في الجانب الجنوبي يعني مهمتك بتنجي بنفسك والاتصال بالاطفاء وكلنا عارفين رقم مطافي اللي هو رقم 180 في اجراءات احنا قلنا لسه من شوية ان احنا عندنا حاجتين لازم نتعامل معهم بمنتهى الحساسية يسبب حرائق من ضمن اسباب الحرائق 6 في المصانع يعني اسباب حدوث حريق في المصانع الغاز النسيج 6 منهم المواد الكهربية والمواد الكيميائي المواد الكهربية والمواد الكيميائية لهم معاملة خاصة لهم معاملة ايه ابناء بنات الطلبة لهم معاملة خاصة الكهرباء ما ينفعش ان انا اطف فيها باي حاجة لان لو تعاملت معها خطأ ممكن اتسبب في حدوث ازدياد الحريق ممكن اتسبب ان الكهرباء دي في عندنا في المصنع مش 220 فولت زي البيت فيه 360 فولت فيه جهد عالي لان فيه مكينات تقيلة مواتير كبيرة فالجهد العالي ده لو انت اشتغلت معها غلط في الاطفاء ممكن سبب لصعق قهرابي الزميلك يبقى احنا عايزين نحافظ على زمينا ونحافظ على انفسنا احنا اتفقنا ان السلامة والصحة المهنية بتحافظ على الجميع على البيئة المحيطة من لو اسهاش على المنشأ بتاعنا نفسه المصنع الجميل بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه وبننمي نفسنا وبننمي بلدنا به المصنع ده طيب فقلنا عندنا حاجتين الكهرباء والمواد الايه الكيميائية احنا عايزين نتكلم عن المواد الكيميائية ايه تدابير بقى اللازم او واجب التباحة في حالة تصبح خاطر بسبب المواد الكيميائية في مكان العمل يجب القيام بتحديد المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في مكان العمل احنا عندنا المواد الكيميائية انواع عندنا المواد الكيميائية ابناء الطلبة انواع الاول حدد المادة الكيميائية اذا كانت بسا الحمض او حمض الكابريتيك او حمض الهيدروكوليك او حمض الخليط دي احماض مش منبعث منها غاز قدر انها احماض حارقة في التلامس يبقى انا احتراسي منها هو التلامس انه مش منبعث منها غازات عندنا غاز زي غاز ثاني اكسيد الكابريت وهو غاز سام جدا بيستخدم في عميدة الطبيض وكنا سابق كمنا عنه في حلقة سابقة فغاز سانوستيكابريد أو هيبوكولورت السوديوم ودي مادة مختزلة أثناء الطبيض بتنبعث منها غازات لأنها حافية الكولور أيضا كغاز كولور غاز كولور غاز سام غاز سانوستيكابريد غاز سام فالغازات المنبعثة السامة دي تتطلب منه إيه تتطلب منه أولا في حالة حدوث حريق لابد أنه يكون التهوية شغالة كويس عشان العمال ما حصلوش تسمم الفلاتر اللي بتمنع خروج غاز سام للبيئة شغالة كويس أخذين بالكم وبالتالي تم السيطرة على الغازات المنبعثة يبقى لابد من السيطرة على الغازات عشان لما يحصل حريق ما نلاقيش البيئة المحيطة اتضررت من الغاز اللي عندنا طب ما احنا فيه حاجة لازم نعملها سطوب ووتش يعني ايه هي بقى السطوب مش سطوب وقت يعني سطوب مادة كيميائية نوقف التشغيل يعني لابد المكنة اللي هي شغالة عملية كيميائية بتطلع علينا غاز ثاني وستك يا بريد في حجرة الحجرة لمحكمة الغلب على طول نقف المحابس التشغيل بتاعت العملية الكيميائية ديت عشان يظل الغاز فيه القوارير وفيه المخزن بتاعه في التنكات الخاصة بي يعني يبقى كده ايقاف العملية الكيميائية فورا حفاظا على عدم انبعاز غاز وفي نفس الوقت نحاول نتأكد ان الشفطات شغالة كويس الشفطات دي لها فلاتر ما نقلاش على البيئة مش هتسمح الفلاتر بخروجها كل ده الغاز ده عايزين نتخلص منه عشان العمال اللي جوه ما يحصلونش تسمم وفي نفس الوقت على الله اكبر يعني من الحريق بيبدأ يأكل الفلاتر دي ويبدأ يكون دمر المصنع يكون برضو ما ايه العمال نجينا بيهم من هذا الحريق طبع انت دي سا الكلام كله نازل ورابعد ورابعد وكده هنشوف دلوقتي مع بعض الكلام ده هو بس فيديو حالة حدوث مخاطر المواد الكيميائية هذه الحالة بيحصل استخدام المية في الاطفاق يعني احنا عندنا طبعات حقيقة اربع انواع قلنا القهرباء غاز ساني وكسود الكربون طيب والمواد الكيميائية اللي هي خفيفة والمية هتبدأ تعاومها وتمشيها هنطفيها ايضا بساني وكسود الكربون او بطفاية المسحي الكيميائي يعني غاز ساني وكسود الكربون بيطفي لهوة نوعين من الحرائق بيطفي للحرائق الناتجة عن الكهرباء بيطفي الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائي يعني طفاية غاز ساني وكسود الكربون طفاية مهمة جدا الطفاية التانية بتاعة طفاية الحريق بالمواد الكيميائية هذه الطفاية بتطفي جميع انواع الحرائق بس احنا قلنا انها غالية اكساديا فمرش بقى اطف بيها قماش او خمات او ورق او خشب الورق والخشب والاشياء اللي مهاش مادة كيموية ولا فيها خطورة قهربية دي اطف فيها بالمية يعني برضه لازم نراعي الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي لازم ابد ان يراعى في جميع اعمال الصناعة حتى وان كانت اطفاء حريق طبعا عارفين الاخشاب والاقمشة والاوراق والحاجات من هذا النوع بتبقى كمياتها كبيرة فهتحتاج كميات البودرة كبيرة فتبقى الجانب غير اقتصادي فبالتالي نستخدم خراطيم المياه يبقى فيه خراطيم مياه للجميع الاشياء اللي بتحترك وليس بها مواد كيموية وليس بها مواد كهربية يبقى الكيميائية والكهربية بيتم اطفاءهم بايه ابناء ابناء الطلبة ها شطار بطفائط غاز ثاني اكسيد الكربون مزبوط طيب المواد البترولية نطفيها بايه بالرغوي المواد البترولية زي البنزين وزي التنر عشان بتستخدم في مصانع برضو الغاز النسيج بنطفيها بطفائط الرغوي هنشوف مع بعض انفكركم بالطفيات تاني احنا قلنا عندنا اربع انواع من الطفيات اول نوع طفيات الماء المضغوط وطفائط الماء المضغوط دي تطفي اي حريق مفيش فيه لكهربا ولا مي ولا مادة كيموية ولا مواد مترولية تاني وعايزكم تاخدوك لابلكم الكلام شوية يا ابناء ابناء الطلبة قلنا عندنا اربع انواع من الطفيات اهم اربع دي نوع طفيات الماء المضغوط النوع التاني طفيات ثاني وستي الكربون النوع التالت طفيات البدرة الكيميائية الجفة النوع الرابع طفيات الرغوة عندنا كم نوع من الطفيات غير خرطيم الماء عندنا اربعة ما خرطيم الماء هي تشغل مكان الطفيات دي دي في المكان المحدود والخرطيم في الاماكن المتسعة الكبير طيب عندنا اربع انواع من الطفيات الماء المضغوط طف بها أوراق أخشاب أي حاجة ما فيهاش لكهربا ولا مواد كيميائية ولا مواد بترولية يبقى طفات الماء المضغوط أطف بها الحرائق الناتجة عن أي مادة بختص الرهالك عادة تلاتة بس لا يصلح أن أستخدمها إذا كان حريق ناتج عن كهربا ما تنفعش الماء إذا كان حريق ناتج عن مواد كيميائية ما تنفعش الماء ليه لأن المواد كيميائية الوزن المتاحة أخف من الماء هتعوم على الماء ببدل ما الحريق في حتة صغيرة مترين وأنا ما استعمل أدخ علىها ماء هلقى الماء ماشية وأخذ معها المادة كيميائية المشتعلة ورايح بها تولع في حتة مجورة ومجورة 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 واللعنة في الدنيا ما ينفعش يبقى المواد يبقى طفايات الماء المضغوط أو خرطيم إطفاء الماء لا تستخدم المياه في إطفاء الحرائق النتجة عن الكهرباء النتجة عن مواد الكيميائية النتجة عن مواد بترولية التاتة دول الحرائق النتجة عن المواد الكهربية كهرباء أو مواد كيميائية أو مواد بترولية طيب في عندي مواد حرائق حريق نتج عن كهرباء أو مواد كيميائية أو مواد خليها في الاتنين دول الأول هنقول يبقى نستخدم طفاية ساني أكسيد الكربون يبقى في حالة حدوث حريق نتج عن مادة كيميائية أو نتج عن ماس كهربي شنوك كهرباء كابلات كهرباء يبقى نتفيها بطفاية ساني أكسيد الكربون يمكن أيضا للكهرباء اطفاء حريق نتج عن كهرباء يعني وإطفاء الحريق نتج عن مادة كيميائية بالطفاية الثالثة اللي هي طفاية البدرة الكيميائية الجافة لو كان عند الحريق نتج عن بنزين تنر كيروسين مازوت يبقى بنطفيها بطفاية الرغون يبقى عندنا إذن أربع أنواع من طفاية الحريقة همت قدامنا على الشاشة في الصورة هم الأربع أنواع دول لازم أبعارف لما نكون أحد فرق الإطفاء لما لقى حريق على طول في لمح البصر في جزء من الثانية حددت نوعه نتج عن إيه فتستخدم الطفاية المناسبة فيتم السيطرة على الحريق الطفايات دي لابد من إحنا نعرف نستخدمها إحنا زي شايفين في الصورة شايفين التوكة الحمرة دي الحلقة الحمرة دي بتحط صبعك في الحلقة دي قتم جاي إيه ساحب إيه ساحب التلة دي لبرة لأن التلة دي عشان لما جيش للطفاية المقبض ده والمقبض ده هلما تغطم على بعض المادة اللي جوه اللي بتطفي هتطلع من البشبور ده ممكن يركب عليك أمان واصلة فطبعا عشان ده ما يحصلش الطفاية التفاية يعني تتفرغ على الفاضي حطين تيلة اسمها تيلة التلة دي عشان أمان عشان الطفاية ما حدش يضغط كده من غير ما ياخد باله أو بيشيلها يوم جاي مفرغها أجا أعوزها أستخدمها لأها فاضية فبالتالي هتطلع عند الاستخدام بسحب التدي بصابع كده هتط صابع فيها ومجاه سحب التيل أكبس على الدرعين دول بإيدي على طول يمطلع المادة فيه شرط بقى عشان تلاقي الطفاية صالحة إنك تلاقي المؤشر الأصفر ده على الجزء الأخضر ده وجود المؤشر الأصفر في الجزء المثلث الأخضر معناها الطفاية مليانة بالمادة بتاعتها وفي ذات الوقت الطفاية مضبوطة ضغط هوا مناسب طب لو المؤشر ده ليته في الناحية الشمال هنا تحت المثلث الأخضر هنا كده لو هو هنا يبقى الطفاية مليانة لحد النقطة الدارة دي مليانة بالمادة الكيميائية أو المادة اللي فيها الرغوي أو سنفذي الكربون أو البودرة موجودة فيها بس ضغط الهوا ضعيف لما جاء أشغالها مش هتطلع المادة اللي فيها ولا هتطف نتيجة إن الضغط بتاعها عايزة تتزود في الشحن شوي يعني الطفاية فيها مادة سواء رغوي أو سنفذي الكربون أو بودرة المواد الكيميائية ومضغوطة لنسبة هوا بحيث لما ضغط عليها تندفع المادة وتخرج طب لو المؤشر الأصفر ده زي ما بقول تاني في المثلث موجود على الجزء الأخضر الطفاية صالحة لاستخدام وتعمل المؤشر الأصفر ليته إنه تحت المثلث الأخضر أتصل بالشركة عشان يشحنوا الطفاية دي نسبة من الهوا بمقياس زي ما أنت واحد مثلا بيزود كويتش العرية بتاعته في مقياس عشان ما ينفجرش برضو هنا في مقياس عشان ما ينزوج طب لو لدي المؤشر الأصفر ده معد المثلث الأخضر جهة اليمين دي دلالة على إن الطفاية آه فيها المادة الخاصة بيها اللي بتطف بيها ولكن الطفاية واخده هوا ضغط زيادة هل دي فيها خطورة طبعا فيها خطورة الطفاية كده عرضة لإنفجار برضو مش انت اللي تعملها اللي يعملها مختصين بملء الطفاية برضو في رقم تليفون للشركة اللي بتملأ الطفاية أتصل بيها تيجي تعمل الصيانة وهي اللي تفرغ نسبة الهوا الزيادة عشان توصل للطفاية للضغط المضبوط في خطواتها هي بسحب التيلة عشان استخدم التفاية وبعدين ما سحبت التيلة بوجه البشبوري بتاع الطفاية على قاعدة النيران مش بحط البشبوري فوق في تجاه اللهب لسان اللهب الحرارة بتبقى تحت الولعة مش تعرف الحاجة اللي تحت الحاجة اللي تحت دي هي هي المصدر النار الفوق دي لو نزلت الكمية اللي موجودة في الطفاية عليها هتطفي يبقى بوجه الخرطوم الى قاعدة الحريق للخطوة التانية او الخطوة التانية او الخطوة بكنا نقولها في الطفاية الكبيرة بسحب التيلة سحبتها الخطوة التانية اوجه البشبوري بتاع الطفاية لقاعدة الحريق الخطوة التالتة اضغط على المقبض ضغط على المقبض عشان تخرج المادة اللي في الطفاية اللي انا حددتها بقى حددنا نوع الطفوية ترسب مع نوع الحريق بحرك بقى لإيه زي ما احنا شايفين في الصورة كده شايفين السهم المقوز ده كده يعني بود البجوري كده يمين وشمال يمين وشمال على قاعدة الحريق علشان نطفئ الحريق طبعا لازم يبقى عندنا جراد الرملة لان جرد للرملة ده في غاية الأهمية جرد للرملة بيمتص المواد الكيموية جرد للرمال اللي عندنا ده مهم جدا جدا يكون في نقاط الإطفاء جرادل من الرملة الجردل ده عبره عن جردل صاج رخص التمن بيتميل برملة نعمة نظيفة في شفاء زلط عند حدوث حريق مادة كيموية الأول ما حط الرملة خلاص الرملة تمتص مادة كيموية وتطفي الحريق لو عندنا حريق نتج عن مواد بيترولية زيتية برضو الرمال بتمتص نسبة الزيوت دي وتبدأ نسيطر على الحريق يبقى لابد من وجود إيه جاء نسبة وعداد تتناسب مع مساحة سلط الإنتاج من جرادل الرمال برضو لازم يتم مراجعة خراطيم المياه يعني احنا عندنا دلوقتي لو الخامات بلات قطن الخامة ألياف من الصوف كميات كبيرة دي كلها بتتطفى بالمية في حالة حدوث حريق أكبر شوية الطفاية الصغيرة مش هتنفع وفي نفس الوقت هي بيتم إطفاقها بمية طبعا طفاية الماء المضغوط حجمها يعني إشاء له كم كيلو مية أو كم متر مية مش هتشيل متر ديها ما هتشيل مثلا 20 لتر مية الطفاية فلو الحريق أكبر شوية طبعا الطفاية مش هتاخد بالإيه المساحة والقدر اللازم اللي احنا عم محتاجينه عشان نطفي ونسطر الحريق فالحريق لو يعني نوعا ما مساحته أكبر شوية لابد إننا هستخدم خراطيم المية والخرطيمة دي بيكون في عندنا حنفيات مية بمقابض بتبقى المقابض ده بتاع الحنفية دائري عشان قدر بفي عزم فتحه بيبقى تتبوصة اتنين بوصة ونص حسب المساحة اللي المصنع شغال فيها بيتم تركيب خرطوم المية ده في المكان بتاع المخصص ويضعه ينضغط وابدأ أسحب الخرطوم بيكون مفوف على هاية بقرة وموجودة عندي فتابلوهات أتأكد خرطوم دي سليمة وبعدين أبدأ نجري عملية الإطفاء طبعا إحنا لو شفنا القديل الخرطيم قدامنا أهي زي ما حاش فيه الخرطوم ملفوف لف جيد لني لو تلف أي كلام الخرطوم ده ممكن يحصل له إيه يحدث له تشقق والخرطوم لو حدث له تشقق يبقى الخرطوم تلف يبقى الخرطوم بيحصل له تلف أجي عايز ضغط مية عشان أوصل للحريق أبصر لاقي نسبة من التشققات اللي حصلت صربت كمية من المية في السكة وبالتالي ضغط المية عندي إيه ضغط المية عندي إليه فإذا لابد إن إحنا قبل الحرائق خالص لقدر الله ومش عايزين حرائق تحدث أصلا لكن لابد من الاستعداد لها ولابد من التمرين على الإطفاء فلابد إن إحنا نتأكد إن عندنا حنفيات الإطفاء تعمل وضغط المية وصل فيها بالضغط المطلوب نتأكد إن خرطيم الإطفاء سليمة خرطيم الإطفاء ملفوفة لف محكم ما فيش فيها تنيات تؤدي إلى تشققها نتأكد إن البشبوري بتاع الخرطوم سليم البشبوري يعمل بكفاءة بيبقى عليه محبس عشان البشبور ده بيساعد في دفع وضغط المية للأمام لإن الحريق لما بيكون نوعا ما كبير شوية فطبع بيبقى الصهد والحرارة عالية يبقى أنت لازم يكون فيه مسافة بينك وبين مصدر الإشتعال المسافة دي وإنت عايز توصل المية لها طبعا توصل المية لها إزاي بالضغط يبقى لابد يكون الخرطوم سليم يكون البشبوري يعمل بكفاءة يكون ضغط المية من المصدر قوي عشان تقدر تدفع المية وتوصل لإيه توصل لمصدر الاحتراق اللي عندنا طبعا إحنا مش بتمنى أبدا إن يحصل الاحتراق ولا عايزين يحصل الاحتراق دي كلها خسار تبقى بملايين قد تصل للمليارات كمان وممكن تحدث فيها إصابات وكده ولكن طول ما مصادر الغاز نسيب بتستعد ويحصل تمرين للإطفاء أصلا هيحدث 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 شرر الماكينات بتعمل وفي حرارة كبلات الكهرباء قد تعيب ممكن عب تصنيع في كبل كهرباء وليس عب تشغيل فنتيجة العب الموجود في التصنيع الكبل ده ممكن في لحظة من لحظات يحدث به انسهار وبالتالي يحدث منه شرار واشتعال وكل الشرار اللي بيحدث بيكون من الكهرباء بيكون مواد بيكون لحظة فجأة يعني فانت بيبقاش مستعد انت بتفاجئ ان حصل شرارة في كبل الشرارة دي تمسجت في الزغبار بدأت تحصل الاشتعال احنا تكلمهمتك انك بيكون عندك سرعة رد الفعل للإطفاء أما عامل التشغيل عنده سرعة رد الفعل لإيقاف الماكينة وفصل الكهرباء وخطة الإخلاء والاتصال واستدعاء الدعم الدعم اللي هو هيبقى وحدة الحماية المدنية المجورة طبعا انتوا لحد الوقت فاكرين ان الموضوع يبقى سهل في مصنع النسيج والغاز لا ده لما بتحدث الحريق بيبقى الامر صعب جدا وقد يخرج عن السيطرة وقد يودي بالمصنع كاملا نسأل الله السلام وبيكوا انتوا ابناء بنات الطلبة مزيد من التقدم والتدريس وفق منية الجدرات رائع جدا واكيد طبعا كل بنت بناتي وكل ولد من ابنائي في المدرسة اللي هو فيها المدرسة بتعمل تواصل مع المدنية وهتعملك تمرين ان شاء الله في المدرسة مع رجال حمال مدنية جون تجوى المدرسة بعد ما تعمل تمرين مرة واثنين مع المس والمسطر في المدرسة الى هنا ابنائي وبنات الطلبة نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم ارجو ان تكونوا استفدتم منها وعلى امل لقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة